خلونا نروح لقداسة البابا للنهاردة في عزة القداس بعزراء الزيتون بفيينة تحدث عن السودان صلى قداسة البابا تودر ستاني صباح اليوم قداس الأحد الخامس من الخمسين المقدسة في كنيسة عزراء الزيتون بالحية 22 بالعاصمة النمساوية فيينة شارك في صلوات القداس من أحبار الكنيسة صاحباء النيافة الأنبى جابريل أسقف النمسا والأنبى إنيانوس أسقف بني مزار بالمينيا والراهب القص كيرولوس الأنبى بشوي مدير مكتب قداسة البابا وعدد من الأباء الكهنة والرهبان وفي عزة القداس قال قداسة البابا أريد أن أقول كلمة خاصة لشعبنا في السودان طبعا نحن نصلي من أجل السودان ومن أجل الأزمة الحد الموجودة فيه ومن أجل الصراع الموجود بين الطرفي السودانيين ونرحب باتفاق الهدنة الذي بدأ أن يصل إليه الطرفان في المفاوضات في جدة في السعودية